لمزيد من المناقشة حول المشهد السياسي لهذا اليوم مباشرة من بغداد معنا أستاذ العلوم السياسية الدكتور إياد العنبر أهلا بك دكتور إياد إذن نناقش تغريدة السيد الصدر لهذا المساء حيث قال إن حل البرلمان غير مرتبط بعقد جلسة نيابية إذن بهذه الحالة هل بقي أمام الإطار ما يحاور به التيار الصدري؟ لا حقيقة هو أصل الموضوع عدم الوصول إلى نقاط التقاء في قضية الحوار أو الجلوس إلى التفاوض في الحوار الإطار التنسيقي عندما قدم نواب التيار الصدري استقالتهم سارعة وجاهدة نحو عقد جلسة الاستبدال الأعضاء وكانت هذه الخطوة واضحة بأنهم حققوا مكسبا سياسيا أصبح لهم العلوية داخل مجلس النواب حتى أنهم كانوا يتناغموا أو يجاملوا مع بعض النواب والكتل التي جديد الصاعدة مستقلون وغيرهم لكنهم تخلوا عنهم في أول اختبار حقيقي في قضية مناقشة من يكون مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء الجانب الثاني قضية أن الشلل الذي أصاب مجلس النواب لحد هذه اللحظة هو انعكاس حقيقة أو حتى هذه التغريدة عن أن لا زالت التجاذبات بين سيد المالكي وسيد مقتد الصد هي سيدة الموقف خطاب السيد المالكي الذي أكد فيه على أن مجلس النواب يجب أن ينعقد حتى ينظر بحل نفسه والسيد مقتد الصدر رد على هذا الموضوع وأراد الطرف السلطة القضائية أن تتدخل لكن حقيقة الكثير من الأسئلة والإشكاليات تحتاج إلى التوضيح ما طرحه سيد مقتد الصدر هو تحديد توقيت وطرح بأنه سوف يحدد الخطوات اللاحقة ومن ثم هذه المواضيع لا يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة للقضاء اشتتوقع إذن الخطوات اللاحقة لسيد مقتد الصدر الذي لوح بها خصوصاً يعني إذا ما خدل الشعب العراقي ما الخطوات الأخرى أو هل هو نوع من التهديد لا حقيقة الخطوات أعتقد أن أعلى مراحل التصعيد هو دخول المنطقة الخضراء وتعطيل مجلس النواب أي خطوة أخرى سوف تكون نتيجتها هي صدام مسلح بين قوة الإطار التنسيقي والتيار الصدري وأعتقد أن تفكير بهذه الخطوة سوف يكون هناك حسابات أخرى لا يمكن أن تنتهي عند حد معين أما أن يكون هناك رابح أو يكون هناك خاسر هذا التفكير أعتقد بعيد عن ما يطرحه السيد مقتد الصدر لكن الحلول ممكن أن تكون سياسية أعتقد قوة الإطار التنسيقي أنها ممكن أن تطرح مبادرة وتحدد أنه مهام الحكومة وخطواتها اللاحقة لا يمكن الحديث عن بقاء رئيس جمهورية بصلاحيات كما حددها الدستور وقرت ذلك المحكمة الاتحادية بممارسة مهامه من دون الولاية هذه نقطة جدا مهمة في قرار المحكمة الاتحادية الأخيرة وحتى نص الدستوري عندما يتحدث على أنه لا يتمتع بولاية كاملة في القضايا التي تتعلق بصلاحياته الدستورية ولكنه يمارس مهامه العادية بالتوقيع وغيرها من القضايا هذه القضية الإجرائية أنه لا يملك الولاية المتعلقة بحل مجلس النواب أو الدعوة لحل مجلس النواب ثانيا إجرائيا لا يمكن حل مجلس النواب إلا بتوفر النصاب ويكون النصف زائد واحد وهذا بحد ذاته غير ممكن لأن حتى شركاء الصدر السابقين في تحالف إنقاذ وطن أعتقد أنهم لحد هذه اللحظة موقفهم غير واضح هل هم مع حل البرلمان أم لا المشكلة ليست شيعية فقط في هذه الموضوع ترجمة نانسي قنقر